اشتركوا في القناة وفي دراسة القانون الدولي العام في هذه المحاضرة معون الله تعالى سنتناول الحديث عن مصادر القانون الدولي اهداف هذه المحاضرة التعرف الى المصادر الاصلية للقانون الدولي وهي العرف والمعاهدات الدولية والتعرف الى المصادر الثانوية او الاحتياطية للقانون الدولي بداية أحبابي الكرام ما هي مصادر القانون الدولي من أين يستمد القانون الدولي مواده القانونية الحقيقة أن هناك مصادر أصلية للقانون الدولي هذه المصادر تحدد القواعد القانونية وهناك مصادر ثانوية يستدل بها على وجود القاعدة ومدى تطبيقها ويمكن أن تقسم المصادر إلى المصادر الأصلية أو تسمى الرسمية أو الشكلية وإلى مصادر أخرى المادة رقم 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدد الدولي حددت مصادر القانون العام فجاء في هذه المادة تطبق المحكمة التي تتمثل مهمتها في الفصل وفقا للقانون الدولي في النزاعات المعروضة عليها الاتفاقات الدولية سواء كانت سواء عامة أو خاصة والتي تحدد القواعد المعترفة بها صراحة من قبل الدول المتنازعة العرف الدولي كدليل على ممارسة عامة مقبولة كقانون المبادئ العامة للقانون المعترف به من قبل الدول المتحضرة مع مراعاة أحكام المادة 59 والقرارات القضائية وتعاليم أمهر الدعاة من الدول المختلفة كوسائل فرعية لتقرير أحكام القانون إذن هذه المادة تحدد لنا مصادر القانون الدولي فتذكر لنا أن هناك مصادر أصلية وتتمثل بالمعاهدات الدولية العرف الدولي المبادئ العامة للقانون وهناك مصادر ثانوية تتمثل بأحكام المحاكم وبالفقه الدولي وبمبادئ العدل والإنصاف إذن باختصار القانون الدولي له نوعان من المصادر المصادر الأصلية وتتمثل بالمعاهدات الدولية والعرف الدولي ومبادئ العدل وهناك مصادر ثانوية وسنتناولها بالتفصيل نبدأ أحبابي الكرام بالمصادر الأولى وتسمى المصادر الأصلية Original sources for the international law المصادر الأصلية للقانون الدولي أهم المصادر للقانون الدولي المصادر الأول والأساس وهو المعاهدات الدولية أو treaties international treaties المعاهدات الدولية هي المصادر الأساس للقانون الدولي ما المقصود بالمعاهدات الدولية؟ لأننا نتناول بالتفصيل معنا المعاهدات الدولية المعاهدات الدولية هي اتفاق بين شخصين دوليين أو أكثر من شأن هذا الاتفاق أن ينتج أثرا حقوقيا يحكمه النظام القانوني الدولي يعني اتفاق دولتين مع بعض اتفاق عدد من الدول مع بعض وهذا الاتفاق ينتج عنه معاهدة مكتوبة هذه المعاهدة المكتوبة تمثل مصدرا ثريا من مصادر القواعد القانونية الدولية هذه المعاهدة قد تكون ثنائية بين دولتين أو جماعية تضم عددا من الدول تنتج عن هذه المعاهدة التزامات متبادلة بين الدول وتشرع قوانين قانونية متفق عليها بين الدول وتكمن أهمية المعاهدات الدولية في أنها تعبر بصراحة عن رضا الأطراف المتعاقدة كونهم أشخاص دوليين سواء كانوا دولتين أو أكثر من دول من دولتين حيث أن المعاهدة تنشئ التزامات وحقوق متبادلة بين هذه الدول والمعاهدات الدولية هي واضحة وصريحة ومباشرة لا يوجد فيها قموض الذي يحف ما يسمى بالعرف الدولي الذي سنتناوله لاحقا في هذه المحاضرة وتتمتع المعاهدات الدولية بأنها ثابتة ولا يشترط ثبوتها مرور فترة زمنية طويلة كالعرف بل هي سريعة ومباشرة مجرد من عقدة المعاهدة الدولية تصبح ملزمة لأطرافها وتصبح أساسا من أسس القانون الدولي بين الدول المختلفة ننتقل إلى أنواع المعاهدات المعاهدات الدولية تنقسم إلى معاهدات عامة ومعاهدات خاصة المعاهدات العامة وتسمى أيضا الشارعة أي تستخدم كوسيلة أساسية لاستنباط قواعد دولية المعاهدة العامة أو الشارعة هي اتفاق يبرم بين جميع الدول أو غالبها وتتضمن مبادئ عامة تهم المجتمع الدولي ككل فهي تنشئ قواعد قانونية من أمثل ذلك مبدأ المساواة في السيادة بين الدول مبدأ عدم جواز استخدام القوة هذه مبادئ من مبادئ الأمم المتحدة وهي كل الدول وقعت على هذه المبادئ فأصبحت قواعد ملزمة لجميع أطرافها أما المعاهدات الخاصة فهي محدودة تبرم بين دولتين أو مجموعة من الدول هذه الدول هذه المعاهدات لا تلزم إلا أطرافها المتعاقدة من أمثلة معاهدات ترسيم الحدود ومعاهدات التحالف الدفاع المشترك معاهدات تجارية معاهدات تبادل ثقافي هذه المعاهدات الخاصة تنشئ قواعد قانونية ملزمة تجاه الدول التي شاركت في هذه المعاهدات وهي لا تعد مصدرا مباشرا للقانون الدولي إلا أن تكرار إبرام أمثال هذه المعاهدات يكون بمثابة مصدر لقواعد دولية عرفية هناك من المعاهدات أيضا المعاهدات الجماعية التي تبرم بين عدد غير محدود من الدول لتنظيم أمور تهم الدول الجميع هناك أيضا من التقسيمات هناك معاهدات مغلقة ومعاهدات مفتوحة ومعاهدات مغلقة يكون بين مجموعنا الدول محددة العدد ولا يدخل ضيرها في هذا الاتفاق المعاهدات المفتوحة فهي معاهدات بين مجموعة من الدول والباب مفتوح لأي دولة أحبت أن تنضم لاحقا إلى المعاهدة فلها ذلك